مستجدات وأحداث متسارعة تشهدها الساحة السياسية توقف عندها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن ربحي في لقائه مع الصحافة ربحي رفض الخوض في تفاصيل المتابعات القضائية التي طالت شخصية سياسية ورجال أعمال واكتفى بدعوة الجميع إلى ترك العدالة لتقوم بعملها أترك للعدالة ما هو من اختصاصها العدالة ستتولى بحث ودراسة كل الملفات التي كان لها أو لا زالت لها وقعا سلبيا على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار الأمة وبخصوص مقاطعة أغلبية الطبقة السياسية للمشاورات التي بادرت بها رئاسة الجمهورية أكد ربحي على ضرورة الانفتاح على الحوار دعيا الأحزاب السياسية لتقديم تصوراتها للخروج من الأزمة نتمنى من الأحزاب كذلك فرادة أو من خلال تكتلها أن تجتمع حول مبادئ يعني إذا ما كانت نيتنا صادقة يجب أن نعمل على تصور مخرج لهذه الحالة التي نعيشها الآن هذه الحالة السياسية الأزمة التي تمر بها البلاد حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة لا يجب أن تؤثر على سير المؤسسات إذا ما عرقلنا المؤسسات هذا سيؤدي بنا إلى الشلل شلل البلاد كذلك عرقلت أداء المسؤولين وهذا لا للدفاع عن أعضاء الحكومة نحن منكم ومن الشعب تم النداء لنا من أجل دعم المؤسسات الدولة في هذه الفترة الحرجة ومتى ما تجاوزنا هذه المحنة كونوا على يقين أننا سنخلي المكان لمن يلينا وإن استمرت مسيرة الجمعة إلى أنها حسب ربحي يجب أن يتمخض عنها اقتراحات بناءة يمكن أن تخرج البلاد من الوضع الذي هي عليه الآن اشتركوا في القناة